الجماعة هنا بيتكلموا على دور ولي العهد السعودي ودور السعودية في اتمام الصفقة مش كده؟ شفنا الاخبار في الاربع وعشرين ساعة اللي فاتوا عن السعودية والصفقة يمكن يا جماعة نلاقي اي تقرير زي سي اني مثلا كاتب ان السعودية فعلا قامت يعني بدور الوساطة تعالوا نشوف كده طلع معنا ايه؟ ايه الاخبار المتعلقة بالسعودية في موضوع الصفقات؟ نشوف كده مع بعض لا ده بيان دولة قطر خلاص نشوف اللي بعده موضوع صفقات السعودية مفاجأة جديدة في صفقة كريستيانو رونالدو هل حصل النصر على تعويض مالي باثنين مليار؟ فده نوع من انواع الاخبار اللي ليها علاقة بالصفقات اللي السعودية طرف فيها مصدر صفقة انتقال ميسي للدور السعودي تمت فده الاخبار دي نوعية الاخبار اللي ليها علاقة بالصفقات السعودية طيب عزيزي اللجنة الالكترونية كيف هربت صفقة ليونيل ميسي من الهلال سعد اللذيذ يجيب لاول مر؟ شوف يا عم اللذيذ احنا عم للك فقرة جميلة جدا ولطيفة جدا ولذيذة جدا اسمها اهم الصفقات التي قادتها الوساطة السعودية انا استعرض مع حضرتك هنا مجموعة من اهم وابرز الصفقات السعودية اللي السعودية الحقيقة عملت فيها وساطة كبيرة جدا هنمشي مع صفقة صفقة كده ونشوف عشان برضو لا نبخص حق سيده ولي العهد السعودي صفقة كريستيانو رونالدو لعبة السعودية فيها دور الوساطة بين منشستر يونايتد والنصر السعودي وساطة مهمة صفقة نيمار البرازيلي لعبة السعودية وولي العهد وصندوق الاستثمارات السعودي دور الوساطة بين باريس سان جيرمان والهلال السعودي صفقة ساديو ماني السنغالي لعبت فيها السعودية دور الوساطة العظيم بين باير ميونيخ الالماني والنصر السعودي صفقة فابينيو لعب وسط منتخب البرازيل لعب ايضا ولي العهد السعودي وصندوق الاستثمارات دور الوساطة الرهيبة جدا بين ليفربول والاتحاد السعودي رياض محرز نجم المنتخب الجزائري كان لولي العهد السعودي دور كبير في لعب الوساطة بين منشستر سيتي والاهل السعودي كريم بنزيمة افضل لاعب في العالم والحاصل على البالندور ونجم الريال مدريد لعب صندوق الاستثمارات برئاسة ولي العهد السعودي أيضا دور الوساطة بين ريال مدريد والاتحاد السعودي فيرمينيو مهاجم منتخب البرازيل والليفربول أيضا كان فيه وساطة سعودية كبيرة يا جماعة ما بين ليفربول والأهل السعودي كانت لعب وسط منتخب فرنسا كان فيه دور وساطة سعودية كبير جدا ما بين تشيلسي الإنجليزي وما بين اتحاد جد السعودي نيفيز كان فيه دور وساطة عظيم جدا الولد كان لاعب لمستقبل في خط الوسط في العالم فمن وولفر هامتون مرحش اي نادي اوروب كبير لكن كان في وساطة سعودية خدته من وولفر هامتون مباشرة على الهلال السعودي شفتوا الوساطة السعودية يا جماعة الراجل ده لا يتوقف السعودية العظمى اهي قدام حضراتكم دي السعودية العظمى اللي احنا شفناها دي السعودية العظمى ده دور الوساطة بتاع السعودية اللي احنا شفناها في السنين اللي فاتت طيب عشان برضو الصورة تكتمل ايه الجهود السعودية اللي تمت على يد سيده ولي العهد السعودي منذ بداية العدوان على غزة ارجع شوية كده عشان نشوف لا بلاش نقف جنب الرجل ده خلي هو يقف جنب تركي وكلاب بتاعة موسم الرياض الحقيقة كان فيه جهود سعودية مهمة جدا منها حفلة تتشين كأس العالم للالعاب الاكترونية بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان افتتاح موسم الرياض بحضور شخصيات طرفيهية عربية وعالمية تايسون فيريو مطش الملاكمة الحقيقة ان الحق يقال ان ولي العهد السعودي استضاف القمة العربية الاسلامية بعد 30 يوم من العدوان اعلن انها قمة طارئة وعملها بعد 12 يوم رفض المقترحات الحادة ضد الاحتلال الاسرائيلي في القمة واللي من بينها كان من بينها استخدام سلاح البترول او النفط كمان السعودية طلبت المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف الحرب لكن هي مستخدمتش الاسلحة بتاعتها بتاعت النفط السعودية بدأت جوالات عربية خارجية بعد 44 يوم من العدوان واخيرا المهرجان العالمي للكلاب برعاية تركي الشيخ محمد بن عبد الوهاب دي كانت الجهود السعودية اللي بصراحة لا ينكرها الا جاحد احنا لا ننكر الجهود السعودية السعودية بصراحة واثقة السعودية عارفة هي بتعمل ايه كويس السعودية بتتحرك السعودية بتعمل دور وساطة بس في لعيب الكورة السعودية بتعمل كل اللي حضرتك شايفه ده لم تتوقف يوما واحدا فيوعى تسمع لأي حد بقولك ان السعودية واقفة ابدا اطلاقا ولي العهد السعودي لا ينام والعالم يتحرك بكلمة من ولي العهد السعودي يا جماعة الخير المملكة العربية السعودية كبيرة المملكة العربية السعودية دولة ذات قيمة عالمية وعربية واقليمية بما لديها من مكانة واسلحة ونفوذ لم تستخدمه حتى الان نتمنى ان تتحرك السعودية بقيمتها نتمنى ان تتحرك السعودية بمكانتها نتمنى ان تترك المملكة العربية السعودية هذا العبث المتعلق بالمهرجان العالمي للكلاب وان مكدونالد زراع الرسمي الموسم الرياض وتتحرك لنصرة القضية الفلسطينية بالفعل بالعمل وليس بالشعارات على المواطن السعودي الذي يحب ولي العهد السعودي ويحب التطور اللي حاصل في المملكة وسعيد برؤية عشرين تلاتين المملكة وسعيد برؤية عشرين تلاتين ان يهمس في اذن ولي العهد السعودي ان هناك شعب اسم الشعب الفلسطيني يباد ويجب على المملكة ان تتحرك بقيمة المملكة ما تطبلش لحاكم بيعمل كاس علم بلاي ستيشن وسايب فلسطين هناك بيموتوا العيال والكبار والنساء والاطفال وكل الناس اتمنى ان الرسالة تصل لولي العهد وتصل لمن يحب المملكة العربية السعودية